نهاية الكاتة ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير نهاردة فيديو جديد هطيه لايك الفيديو لقال مرة تشوفي قناتي ونزلي تحت الفيديو وشترك في القناة لايشمور شتركة هتنورين جدا وفعلي الجراز على كمه الكل عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد بنزله على القناة فيديو نهاردة هنعمل مع بعد كيكة الطيجر بمقادير سهلة وبسيطة وموجودة عندكم في البيت ان شاء الله تجربوها بعد الفيديو هتعجبكم جدا كيك كده هشة وشوكولاتة على فانيليا طعمها خيار هتعجبكم جدا 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 جربوها بنفس المقدير مش هتندمو يلا بينا نبدأ الفيديو حابة اقولكم قبل ما ابدأ في قناة طحفة تفرجت عليها عجبيتني قوية لسا مبتدئة حبيت ان انا اقولكم عليها عشان تشجعوها وتدخلوا تتفرجوا عليها القناة يوميات بسمة وخيرت ام فريدة بتعمل روتين ووصفات وطبخ حاجات كتير ان شاء الله تستفادوا من القناة فرجوا على الفيديو عندي وبعد الفيديو روحوا وشوفوا القناة ولو عجبتكم اشتركوا عندها وتستفادوا منها ان شاء الله يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف معنا مقادير الكيكة المقادير بقى اللي معايا سهلة جدا بس قبل ما نبدأ في المقادير لازم نتأكد ان كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش سقعة كده ولا خارجة من التلاجة وكمان شغلت الفرن على الشبكة كده في الرف اللي في النص وشغلته على مية وتمانين او درجة متوسطة علشان يسخن كده على بالمجاهز الكيكة ادخلها الفرن على طول بص بقى المقادير كبايتين ونص من الدقيق يكونوا منخولين وعليهم رشة ملح ومعايا كبايتين الدقيق دول هياخدوا معايا كباية ونص من السكر المعيار او الكباية اللي هتعيري بها الدقيق هي اللي هنكمل بها كل المقادير عشان الكيكة تنجح معيكم من اول مرة فكبايتين ونص دقيق عليهم رشة ملح كباية ونص من السكر اربع بيضات كباية زيت كباية لبن اربع معالق من الككاو الخام وزيهم اربع معالق من المية وحقول لكم ليه او ربع كباية مية مية عادية خلص من حنفية ومعايا معلقة كبيرة من الخل الابيض وكيس كامل بيكنج بودر وكيسين فانيليا هجيب بقى الطبق اللي هشتغل فيه وهحط فيه الاربع بيضات هحط عليهم الفانيليا ومعالقة الخل الخل هيدي هشاشة طحفة للكيك وكمال هيضيع اي ريحة زفورة في البيت هحط عليهم بقى كباية ونص سكر وبالمضرب وحضربهم كويس جدا مع بعض لو هم مش عايزين بالمضرب الكهربائي ممكن في الخلاط عادي المهم نتأكد ان السكر اختلط كويس خلاص تمام كده ما نساش بقى انازل الجوانب لان بيبقى عليها سكر كده اي متنطور فاني نزله كده بمعلاقة ولا سباتيولة ولا اي حاجة علشان يختلط مع بقى المكونات هبتدي انازل بقى الزيت كباية شوية بشوية ما نزلوش مرة واحدة لحد ما ايه يختلط معي كده كله وطبعا كل ما كان الزيت خفيف وحلو يعني ما ينفعش زيت تموين يعني لو زيت ضرق او زيت عباد بيكون حلو قوي وبعدين احط بقى ايه الكباية الحليب شوية بشوية برضو وانا ايه شغالة كده بالمضرب كل ده هيدي هشاشة طحفة للكيك خلاص كده هده ربط كويس اجيب بقى كبايتين ونص دقيقة انا حطى راشة الملح على الوش كده هفضي كمان ايه كس البيكنج باوتر لو عندكو بيكنج باوتر في بارتامون حطوا معلقة جيراون نص من معالق الاكل هقلبهم الاول كده علشان ايه راشة الملح تتوزع كويس في الدقيق وكمان البيكنج باوتر خلاص هبتدي بقى اشغل المضرب على سرعة هادية وبعدين انازل الدقيق شوية بشوية يعني احط شوية كده وقلب ولما يختفوا احط غيرهم لحد ما اخلص ايه كمية دقيق كلها بصوا بقى ما بتاخد في خمس دقايق في ثواني بتكون جهزت معاه وما قادرها بسيطة كده المسهلة زي ما شفته تمام بصوا بقى ده شكلها وده قوامها له تقيل وله خفيف متوسط كده زي ما انتم شايفين هجيب بقى طبق تاني فاضي وهياخد جزء من عجنت الكيك دي عشان اعملها بالشوكولاتة حابين بقى ايه نص العجينة ماشي حابين التلت والتلتين زي ما يعجبكم لو حابين الشوكولاتة اكتر انا خدت تقريبا نص الكمية هجيب بقى اربع معالق كاكاو خيم وهحط عليهم اربع معالق كده او حوالي ربع كباية من المية وهقلبهم كويس او ليه عملتك كده علشان ما نزلش الكاكاو لان الكاكاو زي وزي دي لو نزلتوا بودر كده على عجنت الكيك هيكالكع معي لكن بصوا بقى لما حطيت عليه شوية مية بقى معي شبه العجينة كده بالزبط حاجي انزله على عجنت الكيك هلاقيها بصوا بقى بيدوب معي كده في ثواني وكمان هيخلي لو حكدت حطيتوا بودر لوحده كان هيخلي خليط الشوكولاتة تقيل مش زي خليط الفانيليا مش هيبقى نفس الصمك لكن برضو يا رب يا كوباية المية دي هتخليلي القوام بتاع عجنت الشوكولاتة نفس القوام عجنت الفانيليا خلاص بصوا كده تمام اجيب بقى الصينية بتاعتي مقى 26 انا بحب القوام هيكون متوسط مش عالية قوي ومش رفاية قوي لو حبينها عالية قوي تبقى صينية مقى 24 هبتدي انزل بقى جزء من في النص كده الصينية بس طبعا لهانت الصينية بالسمنة وبطنتها بالديه انازل جزء كده بالفانيليا في النص وفقيه جزء كده بالشوكولاتة وهكذا بقى بصوا خلاص حطيت جزء شوكولاتة احط فقيها ايه فانيليا هي هتتوزع لوحدها وهتفرض في الصينية كلها دلوقتي مرة كده ومرة كده لحد ما اخلص بقى ايه الاتنين الشوكولاتة والفانيليا بصوا بقى هي بتتوزع ازاي بعد بقى ما خلصت خلاص ده بيكون شكلها حابين تسيبوها زي ما هي خطوط كده مفيش مشكلة انا بجيب الخلة بتاعت الشيش طوق دي او ممكن خلة الاسنين وبرسم بقى ايه على الوش كده بالشكل ده بيبقى شكلها احلى بصوا شكلها حلو ازاي عشوائي بقى اي خطوط كده عشوائية تبقى ايه ماربل كده خلاص وبعدين هدخلها بقى الفرن اللي هو خلاص تخل من اول ما بدأت اعملي الكيكا وهتقعد تقريبا من اربعين خمسة واربعين ديئة باختبارها بخلة كده ايه في المص وبعدين لو استود اطلحها وده شكلها بعد ان مقتلعت من الفرن بصوا ما شاء الله ريحتها تجنن طحفة ولونها حلوة قوي سبها بس تاهده خمس دقايق وقلبها بقى ايه في طبق بصوا بقى شكلها حلو ازاي عايز اقلوكم طعمها احلى من الترطة والجاتو طعمها طحفة والمية والخل مديينها هشاشة وطراوة غير طبيعية هقطع معاكم بقى كده قطعة عايز اقلوكم اصلا لسه سخنة جدا والبخار طلع منها بصوا البخار لسه مولعة بس برضه هباريها بصوا بقى من جوه ماربل كده خطوط بني مع فانيليا صحفة يا جماعة بجد خطيرة لازم تجربوها بصوا بقى الجمال بصوا الهشاشة وبيتدوب دوابين كده في البقى ده كده كان فيديو النهاردة يارب بيكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وأشوفكم بكرة على خير في فيديو جديد مع السلامة موسيقى 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 موسيقى